مقرر الكيميا العضوية ما زلنا في شبطر 2 الالكانز والسايكلوالكانز المحاضرة الرابعة الايزومريزيشن عندي كلاسفيكيشن للكربون اتومز في الجزئ عندي تقسيمة العلماء عملوها لتسمية زرات الكربون في الجزئ تقسيمة دي مبنية على ايه؟ على ارتباط زرة الكربون بعدد معين من زرات الكربون الاخرى يعني مثلا لو زرة الكربون مرتبطة بزرة كربون واحدة بنسميها primary carbon atom طيب لو زرة الكربون مرتبطة بزرتين كربون تانين بنسميها secondary carbon atom لو زرة الكربون مرتبطة بتلت زرات كربون بنسميها tertiary carbon atom اربع زرات مرتبطة مع اربع زرات كربون اخرى بنسميها quaternary carbon atom طيب الايزومريزيشن وجود مركبات مختلفة في التركيب الكيميائي ومختلفة في الخواص الفيزيائية ولكن هي ليها نفس المولوكلر فورميولة دي كام مركب تاني الاجابة انا عندي خمسة ايزومرز اقدر اكونهم بنفس عدد الزرات ده عندنا مثلا الهكسان اللي هو ست زرات كربون مشبعة من غير اي برانشز من غير اي تفرعات ممكن اتنين ميسايل بنتان ممكن لو عملنا تفريعة واحدة بس هكون مركب اسمه اتنين ميسايل بنتان لو موجود مجموعة الميسايل هنا مع زرات الكربون رقم اتنين غير لما تتواجد مع رقم تلاتة يبقى مع رقم تلاتة بنسميها تلاتة ميسايل بنتان ممكن السبستيتوانت بدل ما يبقوا واحد يبقوا اتنين وبالتالي اسم المركب يبقى اسمه اتنين اتنين داي ميسايل بيوتان ممكن بدل ما السبستيتوانت موجودين في زرة واحدة لا ممكن يتواجدوا في زرات مختلفة وبالتالي هيبقى اسمه اتنين وثلاثة داي ميسايل بيوتان يعني عندي خمس مركبات كيميائية مختلفين في الخواص الفيزيائية وفي التركيب الكيميائي ولكن ليهم نفس الميليكلر فورميولا